كيف للكابتن الكبير كابتن أيمن يونس وهي ليست مجاملة إداريا على مستوى نادي الزمالك على مستوى اتحاد الكورة على مستوى حتى العمل الخاص نجاحات كلها كبيرة جدا لماذا بتعد الكابتن أيمن يونس عن العمل العام سواء في اتحاد الكورة أو نادي الزمالك أولا أنا في فترة باستمتع بشغل خاص عندي شغل خاص باستمتع بي وكمان محترم قوي الحالة أنا بحب التحليل وأنا بحب أشوف كل حاجة بطريقتي ومحبش أشوفها بطريقة زي المحللين كل واحد ليه طريقة أنا بحترم كل الناس أقل واحد لأكتر واحد كل واحد ليه حضوره وليه الناس اللي تحبه أو ما تحبهوش لكن أنا ما بتعدتش أنا رجل دخلت اتحاد الكورة تلاتة أمم إفريقية ساعد مع الكابتن سابير زاهر ودي بفتخر بيها جدا ونادي الزمالك دخلته في 2013 خدت الكاس مع الكابتن حلمي طولان برياسة كابتن كمال درويش وأنا كنت برضو المسؤول على الكورة وجيت مرة كمان اللي هي كانت من ثلاث سنين أو أربع سنين كنت المجلس المعين اللي جاء مع اللي وأعماد وحطيت القواعد وقدرت أكسب أول عشر اللي خدنا بيها الدول واتفقت مع اللايبة كان وقت فرجاني بقى أساسي كان لسه موجود وبين شرقي فزت أدائش كبالة اللي كان متقلق في اللايبة دي جمعتها واتكلمت معها بشكل مختلف وتعاملت معهم بشكل مختلف وقلت لهم دايماً فكرة الدوري البدايات أهم من النهايات البدايات هي اللي بتعمل لكم النهايات ولعب الكرة لازم يفهم أن أول عشر المتشاط في الدوري هم اللي بيحددوا شخصيتك في الدوري ده لك كل على فكرة فلو كسرت العشر المتشاط الأولين دول انت هتلعب على الدوري لو خسرت في العشر المتشاط دول انت مش هتقدر توصل لحلمك إن ده سبق الدوري سبق إزاي تجمع نقاطك وكنت محظوظ إن أنا جمعت العشر المتشاط مع نادي الزمالك ومجاليش حظ لم أتوافق إن أنا ألاقي حصل كلام فيديو من الكابتن حسين لبيب وموصلناش لنقطة نهائية لكن أنا بدعم أي حد مع نادي الزمالك بالذات كابتن حسين لبيب بمجموعة بصراحة أنا بحبها وخلي بالك نادي الزمالك بيتنا ده الزمالك لما بتغلب وأنا بره نادي الزمالك بسقول لك ليه كده كابتن وهارد لك ده بيتنا ده مريتنا أو إحنا مريته فأنا بحب كلمة إحنا مريت نادينا في تقدي بمريت نادينا لأن الأندية دي لو بتكلمون إنها قلاعة رياضية زي الزمالك والقالي فيها قلاعة كمان الناس بتقلدك فيها قلاعة أخلاقية والأندية دي مهمة قوي لصناعة الشباب وفكر الشباب عشان كده بنقول هل إحنا استغلنا صلاح هل صلاح لما اختلفنا معاه مش فاهمين إن ده حاجة لازم نخفز عليها قوي إن ده عايشين به عامنينه مثل لكل الناس هو أنت الفنانين لما يجي يقولك أنت فنان نفسك تبقى مين يقولك عمر الشريف مع إن أنت عندك عزماء ما مسلوش في أوروبا عزماء لكن عمر الشريف في العالم كله ترابل وتعظيم السلام هو بيمثل قدام إليزاب ستييلر ولا هو بيمثل قدام كاترين هابرون ولا هو بيمثل قدامه 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 كل الناس العمالقة اللي في العالم وكله صوفيا لورين ويقراجه يقوله واو هي إزا جريت مان أو رجل عظيم أو رجل فز عملت مثل للفنانين يحلموا به في يمثله وعندهم المثل الكبير اللي عندك طبعا فنانين كبار قوي في مصر دلوقتي لعبت الكرة نفسي مش هتلاقي محمد صلاح فأنا حتى لما نيجي نختلف مع صلاح ما نشوهش إن إحنا بندور على حد اللي أولادنا يشوفوه يتعلموا منه يتعلموا إن الحلم مقبول الحلم تقدر تصنعه وتوصله وتحققه وتقدر تكون نجم من جوم العالم والعالم كله بيتهافت إن يسلم عليك أو يتكلم معاك فلما نختلف نختلف وإحنا بنحافظ على الهرم ده ده هرم أيوة ده أنت حياتك أهرمات بترتبها مش بس أهرمات اللي موجودين عندنا في الجيزة لا ده أهرمات الفن أهرمات الرياضة لما جانا شوه النمازج اللي وصلت بقت كريمة مجتمعنا وشوها ده غلط حسام حسن ليه حق كتير وإبراهيم حسن ليه حق كتير اقفلوا القوضة وعملوا وتكلموا ما تعرفوناش ما تقولوش تحلوا المشاكل بتاعتكو إنه ده منتخب مصر عظيم وده محمد صلاح اتمنى الله اشتركوا في القناة